أينما ذهبت وجدت خراباً ودماراً وفي ظل هذا الوضع يصبح البحث عن مأوى هدفاً مشتركاً بين الجميع مخيم اللاجئين بمدينة أورفا جنوب شرق تركيا تحول إلى وجهة للعديد من العائلات الفارة من ويلات الزلزال لكن وصولها إلى هنا لا يعني بضرورة عبورها إلى بر الأمان فالمكان مكتظ عن آخره ووفقاً لشبكة سكاي نيوز فإن ألفاً وخمسمائة لاجئين يعيشون في هذا المخيم ويتقسم كل خيمة فيه خمسة وعشرون شخصاً ليس لديهم أدنى فكرة إلى متى ستستمر مأساتهم لقد شعرنا بالهتزازات مرتين خلال الليل وخرجنا مذعورين إلى الشارع جميع العائلات خائفة للغاية من الهزات الارتدادية ويودون العودة إلى ديارهم حالياً زوجتي وأطفالي الثلاثة يختبئون في مسجد إلى جانب مئتي شخص من دون طعام أو حماية هم ينتظرون فحسب ودائماً ما يتم توزيع الغذاء في مخيم أورفا مرات عدة في اليوم من طرف متطوعين لكن منذ وقوع الزلزال أصبحت هذه العملية أكثر صعوبة جراء ارتفاع أعداد اللاجئين وزيادة الحاجة لتسخير جهود أكبر لتوفير المساعدات الطبية كنت مصاباً ولما وقع الزلزال حاولت الفرار لكن الحطام سقط على قدمي والآن أشعر بألم أكبر ويعاول معظم القاطنين في هذا المخيم على وصول مساعدات عجلة تخفف من وطأة أزمتهم ولو قليلاً مسعى قد يتعذر تحقيقه في القريب العاجل بسبب الازدحامات والأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى قطع عدد من الطرقات المؤدية إلى أورفا ترجمة نانسي قنقر